سؤالنا اللي بدأناه هل حضراتكم مع عودة من تحالف من ايد جماعة الاخوان الارهابية العودة الى مصر ولا لا هنسمع رأي حضراتكم ما عندناش اي مشكلة قول رأيك كيفاما شيء تبعتلنا رسائل او مداخلات وهيكون عندنا ضيوفنا اكرام اللي هو فاروق المقرحي مساعد وزير داخلية الاسبق النائب ايهاب الخولي ساتس سامح عيد الباحث الشؤون لحركات الاسلامية ساتس خالي الزعفران الخبير في شؤون الحركات الاسلامية على طول بعد قليل ولكن رينزي رئيس الوزراء الايطالي اصدر تصريحا قبل قليل قال فيه انه يجب او نحن نأمل ان تتعاون مصر مع قضاتنا واضاف نحن نريد 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 ان يتم العثور على الحقيقة اكد ايضا نحن لدينا هدف بسيط سنتوقف فقط امام الحقيقة عشان كده في وفد قضائي موجود رايح بكرة وفد كبير قضائي وامني عالي المستوى وده هدفه التعاون والشفافية مع الجانب الايطالي مصر تتعاون بشكل كبير جدا وعشان كده بقول لها هدفه وفد كبير جدا قضائي للتعاون مع الجانب الايطالي في هذا الامر الوصول الى الحقيقة نهاردة فيه حكم مهم جدا صدر عن محكمة جنح الدقي حضراتكم عارفين فيه ناس محتكرين الكورة واخدين الدور واخدين الكاس ومش عارفين حد يشوف غيرنا على فكرة محكمة اوروبية ومحاكمة الدولية كلها جرامت هذا الامر من 2011 اعلى محكمة في اوروبا قالت لك من حق الناس انها تشوف كاس العالم على قنوات مفتوحة مش مشفرة ومحاكم في امريكا عملت كده وفي البرازيل عملوا كده وقال لك مفيش حاجة اسمها تحتكر ده معناه احتكر واحنا عندنا في مصر ده احنا عندنا قانون بيمنع الاحتكار تخيلوا مصر الدولة اللي عاملة قانون من الاحتكار والناس يقول لك لا عايز تشوف ادفع فلوس ده في مصر انا بتفرج على الاهل اروح ادفع فلوس اتشجع الاهل ازاي طيب واشوفه كده هو خلاص اوشك قرر بياخد دوري واشوف ازاي بالك طب ازاي يعني ما ينفعش يا جماعة اشوف لتسمعلي ازاي اسموحها ازاي واسوار ايه يا جماعة اللي انتوا بتعملوا ده فراحوا ايه كابتن شبير مع بريزنتيشن وبيقدم في قناة الليل الرياضة ومتفق مع الشركة واحدة من الشركتين برومو ميديا وبرزنتيشن فهو بريزنتيشن خلاص ناخد منكم شوية يعني الاهداف مش هناخد حاجات نعلق عليها نتكلم عنها نقول الجون ده ازاي مش عارف ايه ايفونة مش عارف حاجات كده يعني طب نعمل في ايه الحكاية دي ننقض كمان حكام بيعملوا المدربين بيعملوا بيتخانوا مع الحكام نتكلم على الحكاية دي ازاي يعني فايه شبير بياخد حاجات بسيطة جدا من حقه يعني متعاقد مع الشركة يعني فراحوا رفعوا دعوة الدعوة مش ضد شبير ضدوا نستاذ محمد ابو العنين هو الراجل ماله مالك كورة ماله بس طبعا هو ايه عشان بقى محتاجين شوية فلوس محتاجين بقى شوية مش عارف ايه شوية عضلات كده نفرد بقى واحنا عادة القضاء قدامه بنقول تعظيم سلام القضاء فراحوا قدام محكمة جنح العجوزة الدقي المحكمة عملتين نهاردة قضت محكمة جنح الدق منعقد اليوم برئاسة القاضي مصطفة ربيع بعدها مقبول الدعويين لاتنين المدنية والجنائية لاتنين المرفوعتين ضد رجل اعمال السيد محمد ابو العنين في الجنح المباشرة المرفوعة ضده شخصيا من شركات برومو ميديا وبرزنتيشن بزعم الاحتداء على حقوق الشركتين لزاعة برنامج مع شبير اللي حالكم بتتبعوه بعد احنا منخلص على طول لقطات من اهداف مباريات الدور العام المصري والزمت المحكمة شوفوا المحكمة كمان بتدي درس هنا محكمة الشركتين بالمصاريف وتعامل محامات كمان ده بتعاقبهم ليه بقى لانهم عملوا حاجة مش موجودة ده قانون بيمنع الكلام ده طبعا صدى البلد لأستاذ الهام الفاتح قدمت شكوى ضد الشركتين ليه قدمت شكوى لانه اقحموا استاذ ابو محمد ابو العنين في دعوة قضائية جنائية ليس لها دخل به هو ملووش دخل بيهم بالحاجات دي وما صاحب ذلك من حملات تشهير انتو عارفين كمان عندهم ناس بيشتغلوا كده ايه يمسكوا القناة يمسكوا مقدم البرامة او تحديدا يمسكون انا يعني منه واحد كده شغال مش عارف مع فلان مش عارف ايه بس الايام جاية احنا هنروح فيه من بعض الايام جاية انا بقول لكم الايام جاية وفي الاخر اللي زغرت في الاخر في الاخر مين اللي زغرت في الاخر هو ده الموضوع يعني مش انتو عارفين بس لم يهربش من حملات تشهير رغم انه وكونيه رئيس مجلس ادارة شركة المالكة لقناة صد البلد ليس طرفا في هذا الامر وليس له ادنى علاقة باية امور تنفيذية تخص القناة يمكن انا قلتلكم الموضوع ده ولا الرجل بيليها علاقة ولا بيرفع سمع التليفون ولا خالص وجادها زيد دعوة من شركتي برومو ميديا وبرزنتيشن بالرغم من اتفاق اعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة الاعلام في لقاحة النظام الاساسي لها التي تم اقرارها باجمع العضاء ومنهم برومو ميديا على ان تكون الغرفة طرفا في حل المنازعات بين العضاء بما لها من صلاحيات يعني الغرفة حد عضو في الغرفة فيروح يرفع عضيه قدام القضاء طب هو القضاء قال لك كل سنة وانت طيب وفي مثل هذه الصرفات غير مسؤولة ما يؤدي الى اضعاف دور الغرفة وعاقاتها عن تحقيق اهدافها ومن اهمها حصر اوجه الخلاف داخل الاسرة الاعلامية بس هما للأسف ما بيلجوش للأسرة الاعلامية يلجأوا للتشير ويلجأوا للقضاء زي كتير جدا بيعمل حكاة دي والعمل على سرعة ازالاتها وحلها بالطرق الودي وعدم لساءة الى الاعضاء في الوسائل الاعلامية او اللي هما طبعا كتير جدا من الخبراء قالك اللي هو الموقف القانوني لصدى البلد واللي يعني اللي جاب لنا القضاء حقنا واكد القضاء كالعادة القضاء المصري العادل هو اللي بيقول دائما نستند لهذا القضاء ونلجأ لهذا القضاء الحقيقة لدى القضاء المصري سواء نياب عامة لانه هي جناح من العدالة المصرية او القضاء الجالسة قبل على طول انه اخر موضوع وكالاة وكالاة اشتركوا في القضاء